السلام عليكم البنات ومرحبا بكم عندي في القناة نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير يوم البنات بالنسبة للفيديو دي اليوم فانا جيت باش نشارك معكم الحلويات اللي شاركتها مع المستفيدات في الحصة دي لتعليم الطبخ والحلويات بالنسبة لهذا الحصة دي فكانوا فيها مجموعة من حلويات بدون فرن كانت فيها حلوة ثاقية بدون فرن وايضا حلوة الرخامة وحلوة الطرون الشمالية وايضا كانت واحد الحلوة باردة اللي صايبتها بالكوكاو والمشمش مع السلو ايضا حضرت معهم حلوة الكوك اللي كتجي على شكل هارم بتلاتة ديال النكهات وبتلاتة ديال الالوان مختلفة اللي بصراحة كتجي رائعة وبالنسبة لهذا الحلوة هدي فهي غنية عن التعريف كناك نحضرها هدي شحال وبصراحة كتعجب الصغار والكبر كانت حضرة ايضا هدي الحلوة هدي بريستيج اللي حضرتها بنفس العقدة اللي حضرت بيها كيف مسبق لي وقت لكم ديال الكوكاو والمشمش مع السلو بالنسبة لهذا الحلوة هدي فهي هدي هي حلوة الطرون الشمالية اللي غنية عن التعريف اللي بصراحة كتجي رائعة وكتجي لديدة بزاف وكتجي احتفل منظر ديالها زوينة بزاف نخليكم دابة باش تكتشفوا معايا المراحل كلها اللي خدمنا بها هدي الحلوية كلها اول حاجة اللي بنات هنا بديت بها مع الاخوات هي حلوة الرخامة بالنسبة لحلوة الرخامة هنا شاركت معاهم واحد الكيمية قليلة اللي هي 500 جرام ديال الكوكاو حلوة الرخامة أنا كندير فيها غير الكوكاو والعسل وكندير فيها ايضا واحد المكوين اللي كيعطيها واحد لدة وكيعطيها واحد يعني كتجي متماسكة وما كديش نهائيا كتفرتت اللي هو دقيق محير اولا الدقيق اللي كانصوبو بيسلو فانا كل 500 جرام كاندير فيها كاس ديال دقيق ديالسلو وكنجمحها بالعسل بطبيعة الحال العسل كان سخنه قبل ضروري ما نسخن العسل ما نديروش بارد باش يجمعنا العقدة ديالنا او لباش تجينا هاد الرخامة ديالنا مجموعة كل ما برد العسل كل ما كتتجمع كتر هاد الرخامة هادي هنا كيف ماشته معايا درت الكوكاو الكوكاو اللي أسبق لي وحمرته في الفران وهرمشته كان هرمشته يعني كيكون شوية غلاد ما كيكونش رقيق بزاف ودرت عليه دقيقه من بعد بقيت كنجمع بالعسل حتى تحصلت على واحد العقدة لي كتكون متى ماسكة كيف ماشته معيا هادا هو الشكل ديالها من بعد بقيت كن بسطها فوك واحد الورق ديال الطبخ يعني كن حاولو انا ننبسطوها اما فوك الورق ديال الطبخ او لا كنديرو واحد البلاستيكا ما بينزوج ديال اوراق ديال الطبخ كيف ماشته معايا كان بداك نرققها على السنك الي أنا بغيت انتو ما كتت رققوها على السنك الي بغيته إذا كان كيهمكم الأمر أخواتي وبغيتوني نشاركها معاكم بالتفصيل المميل فاخليوها لياه في التعليق وإن شاء الله أنا نشاركها معاكم صافينا أخواتي من بعد ما كان بصتها كان نحاول أنني نعطيها الشكل ديال المربع أو المستطيل باش ما يكونوش عندي الزوائد منه ومنه اللي يعني يضيعوا لي في الآخر كان أخد شكولات مدوبة احنا قدرت شكولات أسود تقدرو تديرو الأسود أولى الأبيض كان خليه كاندهن به الوجه ديال هدى الرخامة هادي وكان خليه ينشفو حتى شوية بلما نوضعوها في كلاجات كان خليه ينشف غير على برا من بعد كان أرجع نقلب هادك الوجه اللي كان الفوق كان أرجع نقلبه باش نديرو التحت وكان أرجع عوداء ندير الوجه ديالها هنا أنا قدرت الوجه هو بشكولات الأبيض لانتوا ما تقدرو تعكسو او لا تقدرو تديرو غير واحد اللون ديال الشوكولاتة بنسبة لطريقة ديال الرخامة فهي معروفة كيف ما كتشوفو كان ديرو الشوكولات الأبيض الفوق اللي كيكون مدوب ومن بعد كان بدون نخبطوها شوية مع الطاويلة باش كتبسطنا ديال الشوكولات وكانت اعطينا واحد اللمعة في الوجه ديال الرخامة ديالنا من بعد هنا اخديت الشوكولات الأسود درتف واحد الكورني وبديت كندير هاد الخطوط ومن بعد اخديت واحد الكوردون وبديت كنشكل به هاد الأشكال هذي اللي كتعطينا بحال الشكل ديال الميلفاي صافي هنا خليت الحلوة ديالي او الرخامة ديالي تبرد دست مباشرة للحلوة الثانية اللي غادي نحضرها بالكوكا ومهرمش اللي كيكون مهرمش رقيق والمشماش مع السل بالنسبة للمشماش مع السلفة انا كندير المشماش اللي كانستعملوه في المرقا مشماش ليابس كنضيف عليه شوية ديال الماو شوية ديال الصقر وشوية عويدة ديال القرفة وكنخليه يتعثل حتى كي يرتابو يتعثل مزيان بعد كنقطع ورقيق ورقيق وكنضيفه على الكوكا وكنضيفه عليها احنا واحد المعلقة كبيرة ديال المربع المشميش تقدروا تضيفوا ايضا نكها ديال المشميش انا ما كانتش نتوفرها عندي لكن انتم ما تقدروا تضيفوها من بعد كنخلط هاد المكونات كلها مع بعدياتها وكنجمع الخالطة ديالي بالعسل اللي ايضا عندي سخون ضروري في اي عقدة كننصخنوا العسل باش كلما كتبردنا العقدة ديالنا كلما كيبرد العسل يعني كيبدا كيجمعنا في العقدة ديالنا صافي هنا كيف ماشتوا معي كان بدا نخلط هاد المكونات مع بعضها مزيان حتى كتتنساجم لي مع بعضها ومن بعد كنبدا نجمع بالعسل حتى كنتحصل على واحد العقدة اللي كتكون متماسكة هنا بالنسبة لهاد العقدة هدي فانا غنحضر بها جوج ديال الشكيلات غنحضر بها الشكل الاول اللي هو هادا اللي كيجي شكل اوظال غاديا نحضره في هاد المول هادا ديال السيليكون كندير شوية دير الشكلات التحت ومن بعد كنخلي الشكلات ديالي حتى كتنشف مزيان يعني تتبرد كنوضعها في تلاجة او في المجمد واحد خمسة دقائق او لا ما توصلش من بعد كناخد هاداك العقدة اللي عندي وكان نبسطها فوق الشوكولات من بعد ما تجمد لي الشوكولات مزيان كنبسطها على هاد الشكلها دا كيف ما كتشوفوا يعني كنحاول انني نملأ دوك الحفيرات بالنسبة لهاد العقدة هدي ديال الكوكا والمش مش فهي كتجي رائع البنات صدقوني اكيد لجربتها غاديتنا لإعجاب ديالكم وغادي تحسوا باللدة ديالها سوف يمن بعد ما وضعت هاد الكوكا او هاد العقدة هدي في هاد الحفيرات كلهم ملأتهم لو بغا نغطي هاداك العقدة غا نغطيها بالشوكولات الاسود هنا كناخد شوكولات مدوب واحد المعلقة صغيرة وكن بدك نعمر ذوك الحفيرات اللي كيكونوا باقيين الفوق باش نغطي هاداك العقدة كلها كتغطة وكتجي يعني كت منها كتلبس العقدة بالشوكولات منها كتجيت كتتماسك مع العقدة باش كتلسق فيها هنا اخواتي بنسبة لنصف الاخر من العقدة فغادي نحاول انني نبسطه ايضا ما بينزوج ديال الورقات غادي نبسطه بالدلك واحد شوية يعني السنك دياله يكون شوية ارقاك ما غلطش بزاف من بعد غادي نجيب واحد المرشم اللي غا يكون مربع انا هنا اختارت انني نخدم بالمرشم المربع انتم ما تقدروا تخدموه بمرشم مربع او لا مستطيل على حسب الموتيف ديال البلاستيك اللي عندكم انا هنا استعملت الموتيف مربع لهادا غادي نطبع هادا العقدة هادي بالمرشم مربع من بعد ما مكان تصوب هاد المربعات هدوء ديال العقدة فه كان صوب من جيهه اخور الشوكولات الابيض اللي وضعتوا في ذوك الليموتيف ديال البلاستيك انا احنا ما شاركتهاش معاكم لان لبنات كانوا من جهة اخرى كيخدموا هذوك الليموتيف ديال الشوكولات هنا اخواتي من بعد ما خليت لبنات كيكملوا على الخدمة اللي كنت خدامة فيها دزت هنا يا باش نحضر الحلوة ديال الساقية بالكوك يعني هذي حلوة باردة ديال الساقية سبق لي وشاركتها معاكم في القناة غدي نترك لكم الرابط ديال التحت في صندوق الوصف بطرحها تجي رائعة و تجي لديدة و راقية ايضا في الشكل و مكوينتها سهلة و بسيطة كنحتاجوا فيها غير جوش ديال المكوينت فقط اللي هو الكوك مطحون والنسلي كغامل او للكغامل صنع منزلي هنا كيف ماشتوا معايا يعني من بعد ما جمعت الكوك ديالي بالكغامل اشكلت هكا على شكل ديبودان هكا لكي يكون شوية اغلاد بعد كان دهن هذي الوجه ديال بودان بالناباج و نرش الجنجلان الابيض و نحاول انني ندوز هذك البودان في الجنجلان الابيض حتى يتلبس لي مزيان بالجنجلان و من بعد كان نوضع ذلك الحفيرة في الوسط اللي كتتعطيني الشكل ديال الساقية و كان خليه حتى يبرد و كان عمره في الوسط ايضا بالكوك اللي كيكون ملون بالاخضر و من بعد كان قطعها و كان نوضحها في الكوغتات ما غيريش نشارك معاكم هذي المراحيل و انه سبق لي و شاركتها معاكم دس هنا يا للحلوه الثانية ديال الكوك هنا يا خديت الكوك لو انتم بالمنسيمات اللي درت هنا يا نوكه ديال الفخيز و نوكه ديال الحامض و نوكه ديال البيستاش خديت هنا ايضا الكوك سبق لي و طحنتو يعني كان طحنوا الكوك ديالنا بزيان حتى يرجعنا على شكل البودغ و هنا غادي نجمعوه بالكاغامل ايضا الكاغامل صنع منزلي سبق لي و شاركتو معاكم غادي نترك ليكم الرابط دياله لتحت في صندوق الوصف غير و شنو هي هنا يا لكاغامل يكون سخون ضروري ما نخدمو به هو سخود شوية باش يساعدنا ان العقدة ديالنا او لهد العجينة ديال الكوك من اللي كاتبرد كاتجيم جموعة و كاتجيم تماسكا بالنسبة لهاد الشكل هادا فكناخد شوية من كل لون يعني من كل عجينة كناخد شوية من الغوز والاخضر وايضا الاصفر كنشكلهم هاكا نحرب لهم على شكل الحرابل بهاد الشكل هادا نديرو كلهم يكونوا قياس واحد لف السمك ولف الطول و كنوضع جوج يعني جوج الالوان كنوضحهم لتحت كقاعدة و من بعد كناخد اللون الثالث و كنوضعو فوقهم يعني باش كيعطني ذاك الشكل ديال الهارم هنا لبنات خديت الشوكولات الاسود هو اللي غنغطي به هادا هاد الحلوه هادي كيف ماشي ما يعني من بعد مما كان وضعو فوق هادو كل زوج ديال الالوان كان بدان نضغط عليها شوية مع الجنب و من الفوق باش كتعطني الشكل ديال الهارم هنا من بعد مما شكلت ذاك الشكل ديال الهارم و وضعت هاداك الهارم ديالي في ورق ديال الاليمينيوم او لكتستعملو ورق الطبخ و كاندهن هاد الحلوه ديالي بالشوكولات و كان وضعها في كلجحة كتبرد من بعد مما كتبرد كان زينها بخطوط من الشوكولاتة البيضاء و كان قطعها على الشكل اللي بغيت درست مباشرة هنا الحلوه ديال الطرون اللي بصارحها كتجي رائع و كتجي لديدة و كتجيزوينة لا في الشكل ولا في الماداك درت هنا 500 جرام ديال الشوكولات اللي دوبتها ضفت عليها 100 جرام ديال الحليب المجفع من بعد مما حمرته في واحد المقلة و ضفت عليها ايضا 100 جرام ديال البيسكويت اللي طحنته مزيان 100 جرام ديال الكوكاو من بعد مما حمته طحنته حتى هو مزيان حتى يرجع لي على شكل عاجل كان وضع هاد المقوينة كلها مع بعديتها و كان بده نخلط مزيان حتى ينسجمو لي هاد العناصر كلهم و من بعد كان اخذ واحد المول ديال السيليكون الشكل اللي بغيتو انا اخذت المول ديال السيليكون يعني الشكل اللي كيجي على هاد الشكل هادا كيجي دائري و هو مش النف مع الجناب و كان بده نعمر هادو كل حفيرات و كان نبسطهم مزيان و كان وضع هاد الحلوه ديالي في كلها احتكد جميده و من بعد كان ندمو لها من هاد الليمول هادو ديال السيليكون و كان قدموها و هي باردة كانوا هادوهما الاشكال النهائية ديال الاطباق او ديال الحلويات اللي شاركت مع المستفيدات اللي بصراحة كانوا اشكال اللي هي راقية في الشكل و ديدة في المعداق بزاف بزاف بالنسبة لهاد الحلوه هادو مش مش مع السل و الكوكا و ف انا زينتها بشوية ديال اللي فخوي المعسالة هادو الحلوه ديال الكوكا على ثلاثة ديال الالوان كيف ماشتوها هذا هو الشكل ديالها بصراحة كتجي رائعة و كتجي ايضا الديدة بالنسبة للعقدة اللي كنت شكلتها على شكل مربعات شكلناها بهادو الطريقة هادي اما الحلوه ديال الطرون فكان هادو الشكل ديالها بصراحة عياجات الديدة بزاف بزاف وبالنسبة الحلوه التساقية فسبق لي و شاركتها معاكم اما بالنسبة الحلوه الرخامة فكان هادو الشكل ديالها النهائي من بعد ما قطعناها صراحة كتجي كيف ماشتو معيا رائعة و كتجي متمسكة بالنسبة أخواتي لهاد الحلوهات كلها فكيتقسموها المستفيدات بيناتهم كلها انتمنى انني نكون فيدتكم ولو بالقالي انتمنى ان الفيديو ديال يومينا يكون لإعجاب ديالكم وما تنسونيش بلا لايك ديالكم وما تنسوش أيضا لأول مرة كتشوف القناة ديالي تشترك وتفعل الجرس باش تبقى وتتوصلوا بجديد الفيديوهاد ديالي إن شاء الله الفيديو ديالي هنا غادي سيسالين خليكم دابا في أمان الله وحفظه إلى فيديو الجيد إن شاء الله إلى اللقاء